لا بين ميلان الأغلبية أو التحالفات وهذه القوانين اللي دائما تصدر للمواطن حقيقة لكل دايخ بيها فرق بين الكتلة الأكبر فرق بين الكتلة الأكثر عددا فرق في كل البلدان تتم الانتخابات والحكومة واضحة ومعطيات ونحن الوحيدين من بدينا لحد الآن من توصل الانتخابات تتأخر التشكيل والقوانين وتصدر أن قوانين حتى الشارع مفاهمها ولا نفسرها يعني هذه هم مشكلة القوة السياسية بأنه تريد الدور بحلقة مفرغة لضمان أكثر المكاسب نحن عندنا على أرض الواقع يختلف عن ما نتمنى على أرض الواقع عندك الشركاء وخلي أتحدثها وقلت أعتقد بأكثر من مكان بس أعيدها من باب التوظيح البيت السن والبيت الكردي مو مع الذهاب نحو أغلبي دكتور وعال عبداللطيف يعرف كل زين خفايا مثلها سيسمونا المطبخ السياسي وإشنون؟ تتم الصفقات أي قرار داخل مجلس النواب إذا كان هناك حكومة أغلبية في خبال حكومة معارضة أو معارضة قوية بهذا الموضوع راح تعطل كل الصفقات اللي ممكن أن تتوافق عليها الحكومة الأغلبية أنا قلت بما أنه لا توجد كتلة لديها أغلبية مريحة هذا أولا قادرة على أن تشكل الحكومة بأريحية ولوحدها هذا جانب جانب ثاني وبما أنه لا يوجد لدينا تحالفات قائمة على أساس برنامج سياسي واضح ولذلك بمعنى شنوة؟ معنى أن الصفقات وتقاسم المغانم هو الأساس بأي تحالف المعضلة ستكون داخل البيت السياسي الشيعي اللي هو لحد هذه اللحظة تقاطعات الفرقاء السياسيين أكثر من توافقاتهم قلت أنت في أحد القضايا قلت أنه القطيعة ما واصل إلى مرحلة مثل ما كانت قبل فعلا إذا نرجع لموضوع أساسي أنه في 2010 كانت القطيعة بين التيار الصدري والمالكي أقوى من الآن لكن الآن تراكمات التسقيط السياسي والخلافات السياسية باتت أكثر رسوخا من التقاطعات نيش من قرضع ووصعوا الجهة؟ لا نحن 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 عن اثنين طرفين ذا النيتش الأطراف الأخرى أصبح حقيقة إذا بقوا وشاركوا وما شاركوا وما يمثلون وزن انتخابي المستقلين ممكن تجيبهم أكثر من أتهم وأقوى من أتهم وهاي عنوين ورمزيات تماما موجودة لكن أنا أقول نقطة كلش مهمة اللي هي قالها دكتور وال الشارع أبعث رسالة رسالة واضحة وصريحة بأنه هو يرفض هذه الطبقة السياسية ويرفض أن تكون الانتخابات حلقة مفرغة يجلس الزعماء ويتوافقون على صفقات لذلك استخدمت تصويت العقابة حتى جمهورهم ما انتخبهم بعض القوى السياسية الخاصة ودعا عادت الكرة صارت توافقات الشارع برأيك رح يسكت هذه المرة؟ لا أكيد ما يسكت أنت هس عندك مشكلة أساسية انفضحت أو انكشفت كل القوى السياسية اللي هي كانت مصاد عروسنا بالديمقراطية واحترام النظام الديمقراطية هس هي الديمقراطية تبين